نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية المسير التابعة لمركز كفر سعد يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة خصوصية بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لسلاق العلاج بالمستشفات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإغراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسينار كما تم تنفيذ عدد من الندوات التفقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية ميزة القافلة أن تستهدف الأماكن البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية وميزتها أن ننزل المريض لحد عنده فبنسهل على المرضى كبار السن والأطفال طبعا سبل الكشف والعلاج اللي بتتقدم لهم من خلال القافلة النهاردة القافلة النهاردة فيها 12 عيادات خصوصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب أخصائي أو استشاري معنا كمان في القافلة خدمات مكملة لخدمات الكشف كمان زي مثلا الصيدلية اللي فيها أكثر من 150 صنف دوائي معنا برضو معمل متكامل فيه أكثر من 40 تحليل كل خدمات القافلة مجانية للمريض من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالرقم القوم الخاص به مرورا بالكشف بالعيادات المدرساتنا فتحة أبوابها للقافلة الطبية اللي مزودة بجميع السيارات وفيها 14 سيارة بيها جميع التخصصات والأشعة والتحليل والحمد لله في إجبال شديد من أهالينا أنا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة حياة كريمة لكل مصري والكل مصرية وعندنا النهاردة منستقبل القافلة الطبية في مدرسة المساري ونخدم الأهالي وعندنا 14 سيارة جميع التخصصات وموجودة عندنا متوفر عندنا التذاكر بالمجاني موسيقى